مبروك لكل عشاق ميسي ومش هقوله عشاق الارجنتين لان حتى اللي بيحب الارجنتين بيحبها عشان خطر ميسي ميسي اخيرا فاز ببطولة كأس العالم البطولة المنتظرة بالنسبة له على المستوى الشخصي وبالنسبة لكل محبي لونيل ميسي حول العالم الراجل عمل كل حاجة في الكرة الراجل متعنا بشكل كبير جدا حتى لو مثلا ممكن مننا ناس ما تكونش بتتعاطف معا قوي وانا واحد منهم اه طبعا بستمتع جدا بميسي واحد من عظماء كرة القدر وعلى مدار التاريخ ده امر مؤكد ان لم يكن اعظمهم يعني اكيد بتمتع بميسي لكن ممكن ما كنش متعاطف معا لكن في نفس الوقت فوزوا ببطولة كأس العالم ده حق لي بعد مشوار عظيم جدا جدا ويستحق هذا اللقب بالتحديد من خلال هذه النسخة ومن خلال مساهمته تقريبا تقريبا في كل اهداف الارجنتين في البطولة الرجل عمل اسستات قد كده وجاب سبع اهداف فبالتالي يستحق ان هو يكون افضل لعب في البطولة يستحق ان هو يفوز باللقب اخيرا في اخر نسخة هو بيشارك فيها من نسخ كأس العالم رجل لعب ستة وعشرين مباراة في تاريخ كأس العالم رجل تخطى ماردونا في عدد الاهداف في البطولة جايب اهداف كتير في بطولة كأس العالم وعلى مدار التاريخ بالنسبة له يعني عمل كل حاجة خد بطولات مع الاندية خد بطولات مع المنتخب الارجنتيني واخيرها يعني كوبا امريكا مؤخرا واخيرا الفوز ببطولة كأس العالم فمبروك لميسي ومبروك لكل عشاقه واستحق هذا اللقب حتى لو ارجنتين كان منتخب ما يستحقش لان كان فيه بعض الكوارس بصراحة اللي بتحصل ابرزها طبعا اوتاميندي مبارح وهو السبب الرئيسي في عودة فرنسا في المباراة من خلال ضربة الجزاء اللي احرازها كاليان امبابي والهدف التاني على طول كاليان امبابي ده حاجة عظيمة جدا برضه في الكرة ده اللي حيكسر كل الارقام واكيد انتم مقتنعين ومتأكدين من كده نظر الامكانياته الرهيبة واحد بيلعب في كأس العالم لعب نسختين تقريبا بس وصل 12 جون فاكيد هيعدي كمان مورشلاف كلوزا كالهدف التاريخي الكاسي العام لسه نقص له عدد من نسخ في البطولة لانه هيتم تريبا بكرة لبعد 24 سنة فلسه قدامه مشوار طويل فلعب برضه اسطوري بنتمتع به هو كاليان امبابي لكن في نفس الوقت مرجوعنا المباراة فاوتاميندي فوجة نظري ما كانش هيرجع الارجنتين بعد خطأ ضربة الجزاء لكن بينكزه بشكل كبير جدا ميسي ومارتينيز حارس المرمى اللي انقذ هدف في دي او في الوقت بدل ضايع من شوط الرابع الاضافي من قدام لعب المنتخب الفرنسي ويعني من خلالها راحوا ضربات الجزاء تقلق فيها برضه مارتينيز قدر انه هو يساعد الارجنتين ويساعد ميسي انه يحقق حلمه فاخيرا حلم ميسي تحقق واخيرا عشاق ليونيل ميسي اصبحه صعداء بشكل كبير جدا هو الراجل زي ما بيتقال كده قفل لعبة في الحقيقة لانه هو عمل كل حاجة لكن بغض النظر عن فوز ميسي ببطولة كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين لازم نتكلم عن المطش نفسه يا جماعة بجد ايه المتعة دي ايه الإصارة دي ايه الكرة دي نفسنا يبقى احنا عندنا جزء من الكرة دي يعني المتعة دي شوية تكون موجودة عندنا في مصر نفسنا ايه او في افريقيا او في الوطن العربي بشكل عام لان اللي احنا شفناه في كأس العالم صعب او ان انت بعد كأس العالم ده تتفرق على كور اه هتاخد وقت شوية عبل ما ترجع بقى المنافسات والمباريات بشكل اقوى واكثر اصارة وباهتمام اكبر فبالتالي هتخش في الاجواء فعادي الامور هتنسى موضوع كأس العالم لكن النسخة دي بالتحديد مش هتنسى المستويات اللي حصلت فيها ولا هتنسى المفاجئات اللي حصلت فيها بالتحديد من خلال منتخب المغربي الشهجيك وحتى منتخب الصعودي اللي فاز على الارجنتين في اول مباراة وحتى منتخب التونسي اللي فاز على فرنسا في الجولة التالتة من دور المجموعات مفاجئات كتير جدا حصلت مباريات على المستوى الفني كانت اكثر من رائعة وانا هقولها تاني وتالت وعاشر انا قبل البطولة دي كانت احلى بطولة من اللي انا وعيت عليهم وشفتهم يعني بطولة 98 فرنسا 98 اللي فازت بها فرنسا بنتيجة تاتة سفرة على برزيل في المباراة النهائية واللي فازت بكاس العالم البطولة والنسخة دي بالتحديد بتنافس اكيد بطولة فرنسا 98 واكيد كمان اعتقد يعني ان هي هتتخطى بطولة 98 من حيث الجوانب الفني والمتعة والإصارة في البطولة امبارا حتى تتفرج على المطش الارجنتين كسبانة 2-0 الشوت الاول باقناع وابداع وامتاع وستراتيجية ممتازة لغاية الشوت التاني الدنيا مشة بشكل كويس لغاية ديها 66 تقريبا لما خرج دي ماريا ونزل مكانه اكونيا فتحس الدنيا اتغيرت شوية الدنيا اختلفت شوية تغييرها بشوف ان هو كان مبكر جدا جدا فساهم في تراجع المنتخب الارجنتيني وكان طبيعا ان دي ماريا خرج بسبب القدرات البدنية واليقل البدنية فحصل تراجع المنتخب الارجنتيني حتى الخطأ بتاع اوتاميندي اللي تسبب فراق الجزاء لصالح فرنسا وبعدها فرنسا رجعت في المباراة وبعدها كل العالم اتمتع بالبطولة كل العالم اتمتع بالتحديد بالمباراة دي من احسن المباراة في تاريخ كاس العالم اللي لم تكن في تاريخ كرة القدم عمرنا ما حننسى مباراة الارجنتين وفرنسا امبارح واكتر ناس اتمتعوا اللي هم هنكونش متعصبين او الارجنتين او حتى المنتخب الفرنسي اللي كانوا عايزين يتفرجوا على كرة اوقات اضافية كمان كانت مميزة جدا الكرة وشكل الملعب والجماهير وكل حاجة كانت كويسة لكن للمنتخب الفرنسي لانا كنت مشجعهم بارح بصراحة لكن اكيد ما حصلش نصيبه وما كانوا ابطال العالم حتى الامس فده بخصوص طولة كاس العالم لكن لما نيجي نتكلم على الجانب التنظيمي فلازم نوجه كل التحية وكل الاشادة لقطر بعد هذا التنظيم الرائع من حيث كل الجوانب انا اهم حاجة بالنسبة لي الحفاظ من قبل قطر على الهوية العربية والتقاليد والعادات الاسلامية ان انت مصمم على كده خلي بالك ممكن ناس تقولك ايه هم اجانب هم تفكيرهم كده هم عايزين يعملوا مش عارفهم فيش مشكلة احنا مستضفين هم هم ديوف عندنا كلام من ده لا انت اللي جاي عندي انا متمسك بعاداتي وتقاليدي وديني وهويتي وده كان التحدي الابرز اللي نجحت فيه قطر بكل المقاييس بكل المقاييس فانا صحيح جدا جدا بقطر دولة كبيرة وتنظيم اكثر من رائع وشرفونا جدا من خلال هذا التنظيم المميز اللي اعتقد حيصعب على اي حد انه هو يضاهي يضاهي ما حدث في قطر 2022 حتى قبل كده ما تقدرش تلاقي اي بطولة على مستوى التنظيمي تنافس بطولة قطر 2022 فكل التحية ليهم وكل التقدير والاحترام بكل تأكيد ده بخصوص مباراة الامس وخصوص كاس العالم اللي انتهى بشكل نهائي لكن اكيد فيه ردود افعال في فرنس بعد خسارة المنتخب الفرنسي للبطولة رغم انهم قدوا مباراة كبيرة جدا جدا ووصلوا نهائي كاس العالم حتى في ظل غيابات عديدة وقايمة متكاملة من الاصابات قبل كاس العالم ومع ذلك وصلوا نهائي البطولة انا مشوف ان ده انجاز للمنتخب الفرنسي وما كانوا قريبين جدا لو لو ضربات الجزاء او ضربات الجزاء كما ممكن يفوزوا بكاس العالم للمرة التانية على التوالي عشان يبقى انجاز يبقى حاجة جمدة او بصراحة يعني ما كانش فيه توفيق